هزة متلاحقة تضرب العملية السياسية في العراق مع اقتراب تهشم التحالفات الحزبية التي اجتمعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد توزيع الوزارات وانشقاق الأحزاب الذي بدأ بانسحاب زعيم حزب الحل جمال الكربولي من تحالف البناء الهزة الجديدة تتعلق بالخلاف حول الدرجات الخاصة المتمثلة بالسفراء والمديرين ووكلاء الوزراء فضلاً عن المناصب التي لا تزال تدار بالوكالة حيث تجري حالياً معركة طاحنة بين أكثر من جبهة تحالفات المصالح كما وصفها سياسيون لن تتمكن من البقاء أكثر بسبب طبيعة المتغيرات التي طرأت فمع توزيع ما تبقى من المناصب على أحزاب السلطة ستنتهي هذه التجمعات وتنفرط مجدداً وتبدأ مرحلة تؤدي إلى مراحل جديدة وهكذا ولعل الكربولي وانسحابه من البناء مثل الشرارة لبداية مفضوحة لتشتت الرؤى السياسية الباحث عن مصالحها غير المكترثة للبرامج والمناهج التي طرحتها على العراقيين قبيل الانتخابات مصدر من تحالف الفتح أكد أن الخريطة السياسية باتت محكمة بالمصالح لا بالانتماءات بينما يقر النائب عن ائتلاف الوطني رعد الدهلكي أن التحالفات التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة كانت من أجل تقاسم كعكة المناصب والوزارات ولم تتأسس من أجل المشاريع والمبادئ الوطنية وأضاف أن شعارات الابتعاد عن المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية انكشفت اليوم يأتي هذا مع تسريبات تحدثت عن قيام التحالف بين دولة القانون بزعامة نور المالكي وائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدار العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بينما ذهب النائب السابق رحيم الدراجي إلى إمكانية عودة التكتلات الطائفية عبر مشروع لتحالف يجمع دولة القانون والفضيلة وسائرون والفتح ويستثني تحالفي النصر والحكمة مشيرا إلى إمكانية تكرار ذات الأمر في جانب الأحزاب السنية مع إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن تحالف جديد بعنوان التقدم وهو ما لن يرضي أطرافا أخرى تحالفات تزداد هشاشة وباتت على وشكل انهيار وإصرار على البقاء في لعبة الكراسي البتحركة في ظل تقاطعات مزمنة وخلافات عميقة تضرب أركان العملية السياسية بسبب الصراعات المتجددة على المغانم فيما يبقى الفشل عنوانا لكل هذه العملية ومخرجاتها